السلام عليكم دائما ما أسأل من قبل بعض الأخوة عن نوعية المياه التي أشربها أنا شخصيا والإجابة على هذا السؤال باختصار هي على النحو التالي المياه التي أشربها تقع في ثلاث مجموعات المجموعة الأولى وهي مجموعة المياه العمومية الصالحة للشرب التي تكون معاييرها متوافقة مع نصوص المؤسسات الرقابية التي تعنى بجودة المياه وهذا واقعا ما أقوم به حينما أتواجد في بعض الدول الغربية أما المجموعة الثانية وهي مجموعة المياه المحلى بواسطة الأجهزة المنزلية التي تكون قادرة على إيصال المياه إلى مرحلة يكون فيها بعد التنقية صالح للشرب وهو من الخيارات الجيدة أيضا أما الخيار الثالث والأخير وهو موجود في المجموعة التي ألجأ لها حينما لا يتوفر الخياران الأوليان وأعني هنا خيار المياه المعبئة ولكن بشرط أن تكون تلك القوارير التي بها تلك المياه المعبئة غير معرضة للشمس أو الحرارة المرتفعة أو سوء التخزين ترجمة نانسي قنقر